تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر من معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمناسبة تفضل سموه بحضور احتفال وزارة الداخلية بمرور مئة عام على تأسيس شرطة البحرين والذي جاء برعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وفيما يلي نص البرقية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أجل آيات الشكر وعظيم الامتنان باسمي ونيابة عن منتسبي وزارة الداخلية كافة على تفضل سموكم بحضور احتفال وزارة الداخلية بمرور مئة عام على تأسيس شرطة البحرين والذي جاء برعاية ملكية سامية من سيد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إن تكرم سموكم بالحضور للحفل حمل معاني جليلة وزاد من عزيمة رجال الشرطة لمواصلة أداء الواجب الوطني وحمل مسؤولية الأمانة التي تشرفنا بالنهوض بأدائها مهما كانت التضحيات والتحديات معاهدين الله أن نظل الأوفياء نبذل الغالي والنفيس للدفاع عن أمن الوطن وحماية مكتسباته حفظ الله سموكم وأبقاكم للوطن سندا وذخرا في ظل قيادة سيد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وتفضلوا بقبول فائق التحية وموفور الاحترام المخلص لسموكم الفريق أول ركن وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة